في محاولة لأن يكون الذكاء الاصطناعي أحد أدوات إنتاج الآلات الموسيقية يسعى باحثون من إيطاليا لإنتاج كمان يعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي درس الباحث في مرحلة ما بعد الدكتورة سباستيان جونزاليس الفيزياء ومحاكاة الكمبيوتر ولكن عندما تعرف على العزف على الكمان من خلال والديه لم يستطع مقاومة عشقه للموسيقى ليدمج كل خبراته ومهاراته في سبيل إنتاج كمان ذكي الفكرة هي إنشاء جيجا بايت من الكمان حول كيفية استخدام الحرفيين المختلفين للأشكال والمواد لإنشاء أصوات مختلفة بدأنا بمسح ثلاثي الأبعاد للكمان الشهير الذي ابتكره الإيطالي الشهير أنتونيو سترديفاري في القرن السابع عشر من خلال بحثه يأمل جونزاليس أن يفهم كيف تمكن صانع الكمان منذ ثلاثمائة عام من صنع آلاتهم ولماذا لا تزال هذه التقنيات تعمل حتى يومنا هذا يمكنك حتى التحقق من حبيبات الخشب والتي تعتبر ذات قيمة كبيرة في جمع الأدوات وبالتأكيد الخشب اليوم يختلف عن ما كان عليه منذ ثلاثمائة عام يقوم الباحثون بدراسة صدى الآلة وترددات الرنين وكيف تهتز بشكل مختلف اعتمادا على شكل الآلة في نقاط مختلفة ويسعى الفريق البحثي للتوصول لآلة كمان ذكية بصورته ونغماته التقليدية السحرة بحلول العام المقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة